السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد. اه كتير مننا بيضع منه الصور او الفيديوهات بتاعته ما بيكونش عارف ازاي رجعها عن طريق تطبيق مسلا. فا لو حد مسلا ضع منه صور او فيديو او حاجة معنا عايز رجعها من الموبايل مساحة خالص من الموبايل حتى من سلة المحزوفات اللي موجودة في الموبايل نفسه. فانا هوريكم تطبيق اه يقدر يرجع لكم الصور بطريقة سهلة من غير روت او من غير اي ما تعمل اي حاجة على الجهاز تباوز الجهاز معك. اه زي ما احنا شايفين هنا نخش على جوجل بلاي. ثانية مع بعض. اه وبنيجي هنا في البحث. بنكتب حاجة اسمها اللي هو اول خيال ظاهر زي ما انتم شايفين معنا ده. بندس كده بندخل على التطبيق ده مع بعض وانحمله وامساحته مش كبيرة يعني. واننزل خلاص. كده هو التطبيق نزل. زي ما انتم شايفين علامة التطبيق اهيت خلانا نشوفها مع بعض برضو. زي ما انتم شايفين علامة تحتها عجب اللون البني تمام. كده دوت التطبيق من بره خلينا نجيه من بره زي ما انتم شايفين اهو. بندخل عليه مع بعض بلاقي الوجهة اللي احنا شايفينها دي. خلينا برضو اوليكم المعرض الاول لان هو معلواش حاجة من معلوه الصور. بفوش غير الصورة دي زي ما انتم شايفين. المعرض. تمام? الصورة دي اللي موجودة في المعرض. فخلينا نخش على التطبيق بقى نفسه. وبنجيب حاجة اسمها بدء مسح الصور الاساسي بنضغط عليها. اه طبعا هو هنا بيطلب الازن تمام? فاننعمله سماع. هنا هو كده كده عمال تحت بيبحث عن الصور اللي اللي اتمسحت من الجهاز اساسيا يعني كل اللي هو جابه دوت دي صورة ممسوحة من الجهاز. فانت بتنزل كل الصور اللي هو مساحة بتلاقيها موجودة هنا زي ما انتم شايفين اي صورة اتمسحت من الجهاز عندك هتلاقيها موجودة هنا ان شاء الله. وهنا عمال يبحث لحد تسيبه خلص لحد ما يخلص بحس وفيه هنا بيقول لك اه وجد اه في ملفات ربعمائة وتمانية. وفيه سبعمائة وسبعتاشر مخفى من الاعدادات. وهنا اللي بيبحث عن الصور اللي ايه المسوحة من الجهاز كلها وبيحول يرجع. فانت سيبه خلص خالص. وبعد كده هنشوفها مع بعض دلوقتي. او انت مسلا اه عايز مسلا صور معانا دلوقتي ومش عايز لقيتها مسلا قدامك دلوقتي بتضعت مسلا تعمل تحديد على الصورة. مسلا زي ما احنا شايفين كده خلينا نحدد الصور دي وبنعمل استعادة. هنا بيجيب لك ثلاث خيارات زي ما احنا شايفين. اول واحدة احفظ الملفات على تطبيق جهاز على جوجل درايف. ثاني واحدة ديت على الموبايل بتاعك. وديت اخر واحدة من نجدعو بها خلينا في اوضاني خيار. فاحنا نخليها دلوقتي على الموبايل بتاعنا. وبيجيب لك هنا الاماكن اللي انت عايز تسجل فيها. اللي تحفظ فيها الصور اللي انت رسا مخلصة دلوقتي. مسلا خلينا نختار دوت. نعمل موافق. كده هو قال لك جاري حفظ الملفات. تم حفظها بنجاح. تمام? اه بنخرج بقى بنرجع تاني. بنخش هنا على المعرض. المعرض. نتخل على المعرض اه. زي ما انتم شايفين فوق تم ايجاد سبع صور جديدة. بنضغط عليها. دي الصور اللي احنا لسا مرجعناها حالا ما كانتش موجودة اساسا في الجهاز من شوية. بس وده كان تطبيق سريع اه وسهل ناس كتير بتحتاجه. اه في ناس بتعمل روت للموبايل بتاعها وده طبعا بيباوز الموبايل عشان بترجع صور او او حاجة مش لقينها على الجهاز بتاعها. اه وارجوا ان الفيديو يكون اعجابكم. ما تنساش تعمل لايك في الفيديو واشتراك في الخناة. اه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتنساش تعمل لنا لو انت حاجة في حاجة نتكلم فيها المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة